لكن عشان تقدر تحقق ده لازم يبقى فيه ممارسة ممارسة وتجربة تأكد على قدرة الحكم المصري على نقوم بالدور ده بعد المباراة تحديدة أنا قلت ايه الدور المطلوب في مش بس في أهلي وزمالك أنا بكلمكم على أي مباراة بتحصل على عرض مصري بين أي فريق فريقين مصريين وحتى إذا كانت بين فريق مصري وفريق أجنبي مباراة والدي ايه الدور المطلوب بالحكم دور الوحيد والدور الأهم والدور الأساسي لقادي المباراة الحكم المباراة هم مثبت قادي مطلوب منه يطبق قانون ويفرد بنوده على أرض الملعب ما بين فرقتين بيته نفسه مفترض أنه الحكم يديهم الأحقية ويديهم الفرصة فيه العدالة وفيه النزاهة وفيه الشفافية أكتر من كده مش مطلوب منه حاجة ودللت على ده ودلل كتير جدا من الزمل الإعلاميين في مختلف القناوات مش بس في قناة الأهلي بأمثلة كتيرة جدا وأنا قلت يمكن مثال كان واضح وصريح ماتش ديربي واحد من ديربيات إنجلترا المهمة جدا منشستر سيتي منشستر يونيتد مش مجرد ديربي ده منافسة كمان على لقب وتاريخ طويل جدا من الصراع سوري ليفربول ومنشستر يونيتد اللي كان ليفربول كاسبان فيها خمسة والحكم لم يتردد على الإطلاق في أنه يطلع كارت أحمر لبول بوكبا في لعبة في اشتراك عنيف في اشتراك عنيف ما عنديش منع إن أنا أفهم فكرة الاحتواء في إطار محاولة السيطرة على المباراة والخروج بيها لبر الأمان أفهم ده إنك إنت ممكن ما تحتسبش فاول أفهم ده فإنك إنت ممكن تدي إنذار رغم أن ده من نسبة لي مرفوض لكن ممكن أستوعبه ممكن أعديه ممكن أفهمه تدي إنذار بدل ما تدي كارت أحمر لكنك إنت تتعرض لاعتداء مباشر لاعتداء مباشر حسب نص القانون من أحد لاعبي أي فرقتين أنا برضو عايز أطلع بردائرة الأهل والزمالك أعتقد ده شيء مش مقبول وإنك إنت تتعرض لهجوم أو إهانة فيها تشكيك واضح في ذمتك كحكم للمباراة فده شيء بالنسبة لي غير مقبول وغير مفهوم وإنك إنت تتعرض لسب وقصف جنحة يعاقب عليها القانون وما يكونش لك أي رد فعل إحنا هنا مش بنتكلم على كابتن محمد عادل ومش بنتكلم على أهلي وزمالك إحنا بنتكلم على هيبة التحكيم المصري ردود العفعال كمان على ده الحقيقة كان شيء مثير للدهشة يعني الحقيقة فكرة أنك أنت كلجنة حكام أو كرئيس لجنة حكام تعتبر اللي حصل ده كأن لم يكن كأنك ما شفتش لا أرى لا أسمع لا أتكلم ده من إزمالي على أن تستفهم كبيرة وإنت واحد من أهم أدوارك أنك أنت تحافظ على هيبة التحكيم تحافظ على هيبة الحكم المشاهد اللي إحنا شفناها والكلام اللي إحنا سمعناه إزاي يقدر أي حكم مصري بعد كده يتعامل مع خروج على النص من النوع ده إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذها لجنة الحكام عشان تحافظ على هيبة الحكم المصري بعد ما مصر كلها سمعت تشكيك واضح في زمة الحكم واتهامه بالفساد لأنه أنا مفهمش يعني إيه أنت عايز توصل مباراة الكام وأنا معاك يعني ما لهاش معنى تاني ما لهاش معنى تاني غير أنه اتهام واضح وصريح للحكم بأنه بيميل لطرف على حساب طرف تاني وده بالتأكيد مهلوش غير ترجمة التشكيك في زمة الحكم فاسد بقى مرتاشي بقى معاكيد ليه هدف يعني إيه لاعب يعتدي على الحكم بالقول والحكم ما أصدرش ما فكرش حتى أنه يلتفت ليه ويطلع كرت أو أنه يذكر ده في تقريره أو 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 إلى آخره لغاية إمتى ممكن نشوف المشاهد دي في الملاعب المصرية وهنا الحقيقة بين قصين وكنت أتمنى أنه عشان ما يبقاش بس في حساسية من ذكر اسم نادي الزمالك على شاشة قناة النادي الأهلي ونحن نمكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك واحد من أكبر الأندية المصرية ده شيء مفهوش شك لكن أنا أنتظر الحقيقة من مسؤولي نادي الزمالك اللي شافوا تابعوا الواقع دي أنه هم كمان ليهم يكون ليهم واقفة أنا بتهيالي أنه ده درس مهم جدا نعلمه لكل لعبتنا مهما كان قدر شهرتهم ومهما كان قدر نجوميتهم ومهما كان قدر تأثيرهم على الفريق في إحراز أهداف أو بطولات أنه نحن ندي مثل وقدوة اللي جاي بعد كده الأخلاق قبل إيه شيء الأخلاق قبل الفوز في مباراة أو قبل تحقيق ألقاب أو قبل فوز ببطولات أنا بعتقد أن ده مبدأ لابد أن نكون متفقين عليه خصوصا لما يكون من قلعة كبيرة زي قلعة نادي الزمالك ننتظر وأتمنى أن يكون فيه رد فعل